موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأه من صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت مقالا بعنوان سياسة رئيس أوباما الخارجية قائمة على الخيال قالت فيه لخمس سنوات كان أداء رئيس أوباما في السياسة الخارجية أكثر اعتمادا على الطريقة التي يعتقد أن العالم يعمل من خلالها أكثر على الخيال منه على الواقع لقد كان ذلك العالم الذي تنحسر فيه موجة الحرب وكان يمكن للولايات المتحدة دون أن تتكبد الكثير من المخاطر أن تقلل فيه بشكل كبير حجم قواتها المسلحة الزعماء الآخرون ومن خلال هذه النظرة سوف يتصرفون بطريقة عقلانية لصالح شعوبهم ولصالح العالم الاشتياحات والقوة الغاشمة ومناورات القوة العظمى وتغيير التحالفات كلها أمور أصبحت من الماضي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عبر عن هذه العقلية على برنامج هذا الأسبوع على قناة ABC يوم الأحد عندما قال حول اشتياح روسيا لجارتها أوكرانيا إنه تصرف يعود للقرن التاثع عشر يحصل في القرن العشرين السيد أوباما ليس مسؤولا عن سوء التصرف هذا ولكن بإمكانه لعب دور قيادي في هيكلة التكاليف والمنافع التي يجب أن تضع بعين الاعتبار قبل أي تصرف نموذج احتلال السيد بوتين لشبه جزيرة القرن يشبه اشتياحه لجورجيا عام 2008 عندما كان الرئيس جورج بوش رئيسا لم يدفع الرئيس بوتين ثمنا لقاء فعلته تلك بل وفي الواقع مبعطاء أجزاء من جورجيا تحت سيطرة روسيا سمحا له باستضافة الألعاب الأولمقية الشتوية بعد ذلك بقليل الصين خوفت الفلبين وطالبت بمساحات شاسعة من المجال الجوي والبحري مع استمرارها في الحجد العسكري السريع والمثير للإعجاب تكنولوجيا القوة العسكرية وثقة بها كحليف والبقاء قوة في جميع أركان العالم مثل أفغانستان حيث أن هذا الأمر لا زال مهما بقدر ما نرغب أن يكون عكس ذلك في حين تحجب الولايات المتحدة عن تدخل فإن مدى الديمقراطية في العالم الذي كان هادرا في يوم من الأيام سوف يتراجع وعلى المدى الطويل فإن ذلك يشكل أذى للأمن القومي الأمريكي أيضا في حين يفكر رئيس بوتين ما إذا كان يجب أن يتقدم أكثر إلى شرق أوكرانيا فإنه سوف يختبر مدى جدية أعمال الولايات المتحدة وحلفائها وليس أقوى لهم الصين التي تدرس الخطوة التالية في بحر الصين الشرقي سوف تقوم بالأمر نفسه للأسف هذه طبيعة القرن الذي نعيش فيه ننتقل الآن إلى مركز الشرق العربي للدراسات حيث كتب زهير سالم مقالا بعنوان في عصر أحادية القطب الروسية أوباما يحذر بوتين من العزلة قال فيه نحن نتصرف كدولة ضعيفة منزوية هكذا أطلقها صريحة ومباشرة جون كيري وزير خارجية القطب الدولي المتنحي عن قمة القطبية الدولية يعترف الكبير العائد من حروبه أو من مغامراته العاثرة والخاسرة والمدمرة في كل من العراق وأفغانستان وهو يجر خطواته المتثاقلة المتعثرة بالخسارة أو على الأقل بالغياب عن الدور العالمي المنتظر كان الموقف مما يجري في سوريا هو المثل الأقرب على لسان وزير الخارجية الأمريكي فلقد كانت سوريا بالفعل هي الامتحان الأقصى للقدرة أو الإرادة الأمريكية وبينما استطاع الأمريكيون أن يراوخوا كثيرا وطويلا على أن موقفهم في سوريا هو قضية إرادة إن أن تراخي الزمان وتراخي السياسات أكد لكثير من المتابعين أن القضية هي قضية قدرة ليس إلا ثلاث سنوات مرت على فحص الجهد الأمريكي في سوريا ظل صناع القرار الأمريكي فيها يصورون عجزهم وضعفهم وانحلال قواهم وفتور عزائمهم على أنه استراتيجية قوي يعرف كيف يتحكم بنفسه وبقراراته ويسيطر على عواطفه ويضبط سياساته ولقد تفنن هؤلاء الساسة المنحلة عزائمهم في تسويخ وتبرير عجزهم الذي قدمه على أنه استراتيجية سواء ذلك تارة بشخصية الرئيس الإنسان الحائز على جائزة دوب للسلام والذي لا يريد أن يخدش عزلية هذه الجائزة بتصرف سياسي خشن ولو كانت هذه الخشونة في الأخذ على يد جزار يقتل الأطفال بغاز السارين وبالبراميل المتفجرة كما بالحصار والجوع والبرد اليوم وأوباما يحذر بوتن من عزلة سياسية دولية يتوجب على الأوكرانيين أن يكونوا أكثر وعيا وحصافة فللعالم اليوم سيد جديد اسمه بوتن ويبدو أنه لا يقل حماقة ولا قسوة عن موش الإبن الذي دفع بلاده إلى هذه الضيعة وهذا الهوان ومع أننا لم نكن من المراهنين على نصرة أمريكية ولا متعلقين بها ولا منتظرين لها وكننا دائما من الذين ينادون من غيرك يا الله وطالما طالبنا وأكدنا المطالبة مرة بعد مرة أن تعتمد ثورتنا على نفسها وأن يتفرغوا لتحمل مسؤولية النظر أنفسهم لها بحقها ويبدو اليوم أن الموقف الأمريكي يباشر اليوم بنفسه إسقاط كل المراهنات وقطع الطريق على كل المراهنين ستعزلون أنفسكم هذا هو التهديد الأهم الذي يملكه أوباما فماذا يعني هذا؟ ربما سيحاصرهم بحرمانهم من الكولا أو من الماكدونالدز فهل فيهم؟ أقصد فينا رجل رشيد نتابع مع صحيفة القدس العربي حيث كتب سمير كيوان مقالاً بعنوان نظام الأسد بين الشعار والواقع قلفي نلاحظ في هذه الأيام بالذات أن النظام السوري يعيد إنتاج المواقف الكلامية ويستعرض ترسالته الشعاراتية التي استخدمها على مدار عقود فالرئيس يؤكد لوفد أردني رفض سوريا لتكريس إسرائيل كدولة يهودية في المنطقة بل وعنوقف النظام إلى جانب الشعب الأردني برفض التوطن والحفاظ على الدولة الأردنية كذلك وقوف الشعب الأردني حسب الوفد الأردني لا جانب نظام السوري المقاوم للأطماع الإمبريالية ودعوة إلى تأسيس حراك شعبي في الوطن العربي داعم للنظام كذلك لاحظنا بعد غياب طويل تنظم مظاهرات مؤيدة للنظام والجيش في بعض مخيمات وأحياء المدن السورية وتكليل هذه المواقف بالدعاء أن ما تتعرض له سوريا هو بسبب مواقفها القومية المناهضة للمؤامرات الصهيونية والإمبريالية ألم يشترك النظام السوري جنبا إلى جنب مثل نظام مبارك مع قوات الحلفاء لتحرير الكويت وبرر ذلك بسعة الأفق ورغم نفضنا لاستخدام القوة في حل مشاكل العربي بين بعضهم البعض لكن ألم يكن موقفه غطاء سياسيا وأخلاقيا للإمبريالية جنبا إلى جنب مع الأنظمة العربية الرجعية الأخرى وهو أمر أثر شمئزاز حتى الكثيرين من البعثيين السوريين لا شك أن الشعارات التي يعلنها النظام على مدار عقود كانت جميلة بل ورائعة ويتعكس طموحات الشعوب العربية وعلى رأسها الشعب السوري العظيم إلا أن الهوة بين الشعار وممارسة النظام للفساد والقمع على أرض الواقع هي التي أوصلت الشعب السوري إلى انتفاضته فالشعب السوري لم يثر ضد الشعارات التي يعيد النظام إنتاجها في هذه الأيام ولم يدفع بدمائه تأييدا ليهودية فلسطين ولم يقف عاريا في مواجهة رصاص النظام ضد تحرير الأرض العربية البحتلة أو في مواجهة الردي على العدوان الإسرائيلي وخصوصا على السيادة السورية الشعب السوري الأصيل صاحب النخوة العظيمة هو الذي استقبل مئات آلاف اللبنانيين واحتضنهم أثناء عدوان إسرائيل على لبنان عام 2006 وهو الذي استقبل قبل هذا مئات آلاف الفلسطينيين في عام النكبة كي نكون صادقين مع شعاراتنا نحتاج أولا إلى تحرير الإنسان العربي من الدكتاتورية والخوف والقمع وأن نشاره بالأمن في وطنه على ماله وعرضه ونفسه وعمله وضمان عيشه بكرامة وهذا ما ثارت لأجله الشعوب العربية وعلى رأسها شعب السوري العظيم وهي منتصرة وهو منتصر ولو بعد حين ننتقل الآن إلى صحيفة الحياة اللندنية حيث كتب جهاد الخازن مقالا بعنوان هل الثمن سوريا؟ قال فيه الكل سمع العبارة التاريخ يعيد نفسه ولعلي سمعتها أكثر من القارئ بصفة طالب تاريخ أيام الجامعة اليوم أشعر أن تاريخ أزمة الصواريخ الكوبية سنة 1962 يعيد نفسه في أوكرانيا ساة 2014 على سبيل التذكير أزمة الصواريخ استمرت 13 يوما في تشرين الأول أكتوبر من تلك السنة وثمت خرافات عنها أما الحقيقة فهي أن الولايات المتحية نشرت صواريخ في تركيا وإيطاليا موجهة نحو موسكو وقرر الاتحاد السوفيتي نشر صواريخ في كوبا ضد أحداث أمريكية غير أن البحرية الأمريكية فرضت حصارا على كوبا ومنعت السفن السوفياتية من إيصار الصواريخ إليها وأخيرا أذعر نيكيتا خريتشوف وتراجع عن نشر صواريخ في كوبا مقابل تعهد جون كيد كينيدي برفع الحصار عن كوبا شبه جزيرة القرم يضم غالبية روسية وهناك أقلية روسية في شرق أوكرانيا وعندما كتبت عن الأزمة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أشرت إلى الغالبية الروسية في شبه جزيرة القرم وتظاهراتها تأييدا لروسيا كما أشرت إلى وضع مماثل في أوسيتي الجنوبية ومولدوفا إذا كنت أنا أعرف هذه التفاصيل وهي منشورة وأكيدة فلابد أن أوروبا وأمريكا تعرفانها لذلك لا أفهم مزاعم مفاجأة في فصل شبه جزيرة القرم فأوكرانيا تلاصق روسيا بقدر ما أن كوبا على حدود الولايات المتحدة ولا مفاجأة في رد الفعل الروسي ما أستطيع أن أقول بثقة هو أن ياناكوفيتش والمعارضة الخارجة من السجن يولياتو ميتشونكو فاسدان والجدال إن قام فهو على أيهما أكثر فسادا في النهاية أرجو أن لا يكون ثمن خروج أوكرانيا من فلك روسيا تسلم سوريا للروس تعويضا فنحن نباع ونشترى وبأرخص الأثمان حديث الصحافة مستمر معكم وننتقل الآن إلى صحيفة عينب بلدي حيث كتب صدام عكاش مقالا بعنوان المسرحية المنهكة قال فيه نص مفتوح غرق بالتفاصيل التي لا تخضع لجاذبية النهاية غير محدد الفصول والأجزاء ولكن المشهد والحدث والمكان والزمن واحد ويستطيع كل المشاركين بالمسرحية التعديل والارتجال بدء من الكمبرس وانتهاء من الجمهور سيما وأن الإخراج جماعي وقد اختلف الجميع على اسم المسرحية وطرحت أسماء كثيرة تذكر منها ومعتصما أنا إنسان أنقذ الإنسانية من الضواري الإنسانية مشجبا فقط المسرحية المنهكة وخروجا عن الحبكة تم تصويت على اسم المسرحية المنهكة كما وأن عدم ثبات عناصر المسرحية وتحول بطلها من الضحية إلى الجلاد إلى المخلص المفقود وتبادل الأمكنة ليصبح الجمهور على المسرح والممثلون في الصالة وكلما توسعت العين قالوا المهم الدقة في توزيع الاهتمام بدأ العرض بالتعريف من موضوع العمل والشخصيات إلا أن عدم التسلسل الطبيعي للأحداث أنهكنا وضيع تركيزنا وشتت كل أفكارنا المسرحية بعد أن كان مقصود الصراع المسرحي واضحا لنا بالرغم من الإجماع الكبير بين معظم دول مجلس الأمن حول مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن هذا التدهور الإنساني في سوريا إلا أن السادة الممثلين اختلفوا وتفاوتت التصاريح من رافض كليا مطلق لهذا المشروع إلى عاتب وناقل للكرات خارج ملعبه وأخذت خشبة المسرح تتأرجح بين الغرق بتقادف المسئوليات وجنوحها لمشيئة الريح المجنونة التي تعالد مشيئة السفينة بينما أمريكا تحاول جاهدة فطح قباحة روسيا لتبدي جمالها الغير مرغوب سوريا كما تحاول الهروب إلى الأمام من مسئولياتها تجاه الإنسانية بحجة الفيتو الروسي لا إنساني وإنه إذا حالت روسيا دون صدور هذا القرار فهي ستتحمل مسئولية منع هذه المساعدات عن المدنيين السوريين المحتاجين إليها بشدة لا يستطيعون القول بأنهم قلقون على وضع الشعب السوري في الوقت الذي يجوع فيه المدنيون وكأن المسرحية غدت تسجيل نقاط بين أقطاب العالم وكذلك فرنسا تدفع مسئولياتها تجاه الإنسانية بدعوة أنه ليس السوريون فقط هم المسؤولون بل الروس كذلك إذا ما حالوا دون مرور هذا النوع من القرارات بينما الشعب السوري المنكوب مبهوتا بالأدوار التي ينظر إليها بعين ناقد ننتقل الآن إلى جريدة العهد التي نشرت مقالا للماء خاطر بعنوان ما بين هدم البنيان واستباحة الإنسان قالت فيه كثيرون أولئك الذين يرون أن عمر المجزرة التي تتعرض لها سوريا الحديثة مقترن بعمر ثورة آذار 2011 ومثل من يرون أن الدمار الواسع الذي حل بالبلاد هو أفضع ما يمكن ارتكابه من جرائم ويستدعي الهرولة إلى وقفة بأي ثمن وتركيز أنظار الاهتمام الدولي عليه لأن عملية البناء ستتظل عقودا طويلة وأموالا طائلة صحيح أن الدمار الوحشي الذي لحق بسوريا لم يعد قابلا لاستيعاب سوريا الواسعة بمدنها الرحبة وأحيائها الكبيرة وعمائرها التي تروي تاريخا وتحكي قصة حضارة قديمة وبمساجدها العريقة العتيقة التي هدم القصف المستهدف رمزيتها قبل استهدافه الحجارة ولكن ماذا عن الإنسان السوري؟ ألا تبدو مفارقة أن تهزن مشاهد دمار البنيان أكثر من صور القتلى؟ التي سرعانا ما تتبدد من الذاكرة كلما مرت نسخة أحدث لها؟ ألم تهر صور الإجرام والفاشية التي نشرتها وكلة الأناضول حول تعذيب السجناء السوريين في زنازل النظام ومن دون أن تثير الضجة التي أثرتها نظرتها التي خرجت من سجن أبو غريب قبل سنوات؟ ربما لأن فاشية النظام السوري كما هو شأن أنظمة العرب معظمها معلومة بالضرورة والكشف الموثق لها لن يوضيف للحقيقة شيئا ولن يكون هناك مؤسسات قضائية تحقق وتحاسب أو رأي عام يحتج على تلك المشاهد غير أننا هنا نكتشف مجددا كم أن الإنسان رخيص في أوطاننا وكم أن آدميته قابلة للاستباحة على الرغم من أن دمه أعظم حرمة من الحجارة كلها وكيف أنه ما لا يجوز اعتياده يصبح أكثر من مألوف لدينا لم تبدأ مجزرة الإنسان في سوريا مع بدء الثورة إنما بالتزامن مع الانقلاب الذي أتى بهذه البنظومة المجرمة قبل عقود من الزمن لكنها مجزرة كان ميدانها الأساسي أقبية السجون وزنازينها ومدينة واحدة هي حما أراد النظام بإبادته الآلاف من خيرة رجالها جعلها أمثولة وعبرة تاريخية لغيرها وأرادها أن تكون درسا دمويا قاسيا في ذاكرة السورية ثم حين نضج وهج الجمر الذي ظل كامنا تحت الرماد منذ عهد المجازر الأول وطال لهيبه أصنام الطاغية الأبي ووريثه وجد الأخير أنه لن يناسبه أن يكون أقل فتكا من أبيه لأن خيارات اللين والتفاهم والتنازل للشعب لم تناسب يوما هذه الضغمة القادرة الولغة في الدم والقائمة على الجماجر إن أول وأهم ما يجب أن يحاسب عليه هذا النظام وإنما يجعل التسوية معه عبثا ومضيعة للوقت هو استباحته غير المسبوقة للإنسان لدمه أولا وثانيا وثالثا ثم لحريته وكرامته وحقوقه الإنسانية جميعها وإن بلدا ما زال يسجل فيه منذ عقود عشرة ألف المفقودين أو مجهول المصير لن ينهي مأساته الطويلة سوى اقتلاع تلك الشوكة الخبيثة من جذورها لأنها استحالت طعنة دامية في خسرة مستقبلها وأحدثت على مد الأرض السورية جراحا لا تشفى لأنها ستبقى متجددا ما بقي في هذه المنظومة عرق ينبض بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم ألقاكم بعد غد إن شاء الله تمتوفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة